بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صلى على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أهلاً وسهلاً بحضراتكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء وهو حديث الروح سارياً من القلب والروح إلى القلب والروح اللهم آمين جمعاني لقاء مع بعض الناس في بعض البلاد وسألونا عن المساجد الكبرى التي في بلادنا فعددنا بعض المساجد وكان منهم مسجد سيدنا الحسين ومسجد السيدة زينب ومسجد السيدة نفيسة ومسجد السيدة سكينة فاستوقفوا عند لما ذكرت مسجد السيدة زينب سيدة نفيسة السيدة سكينة وقالوا ما هذا إنها مساجد منسوبة إلى سيدات وهل عندكم في دينكم تقدرون السيدات هذا التقدير؟ كلنا وأي تقدير؟ نحن لما نتكلم عن سيدة مثل السيدة زينب رضي الله عنها التي صار حبها في المصريين وفي قلوبهم حتى لقبوها بالسيدة يعني عندما يطلق السيدة فقط ينصر في الزهن إلى السيدة زينب حتى بعض الناس يلجأوا إليها ويقال لها أم العواجز أو شيئا من هذا تمسكا وحبا بها لا اعتقادا في شيء خارجا عن العقيدة الصحيحة ولا شيء وإنما حبا فيها فهي السيدة فعندما يتعلق الناس بهذا ويلجأون إليها ويجعلونها هي الملجأ والمقام هذا لأنها رضي الله عنها زت مكان كبير في نفوسهم كالهذا لأنها رضي الله عنها لهم مشاعر ولهم عواطف وقفوا بها معها ووقفوا معها بها وهي رضي الله عنها يروى عنها أنها من أول يوم نزلت فيه هذا البلد المبارك لما جاءت من المدينة برفقة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان لها وقفة مع أهل مصر ودعوة لأهل مصر إنها لما جاءت مصر ورأت من حفاوة المصريين وعاطفة المصريين نحوها ونحو أهل البيت ونحو هذه العواطف الجارفة دعت الله سبحانه وتعالى لهم وقالت لهم يا أهل مصر آويتمون آواكم الله يا أهل مصر آويتمون آواكم الله نصرتمون نصركم الله ثم دعت الله سبحانه وتعالى لهم أن يجيم الله عليهم نعمه وأن يجيم عليهم أمنه وأن يجيم لهم رزقه ويوسع عليهم السيدة زينب لها في قلوب المصريين مكان عظيم ولمصر في قلب السيدة زينب رضي الله عنها مكان عظيم وهذا هو الذي يجعل المصريين دائمي أصلة بها وبغيرها من سيدات بيت النبوة رضي الله عنهم الحمد لله وعزق الله سبحانه وتعالى هذا البلد بأن كان مكانا ومحطا للسيدة زينب وأيضا للسيدة نفيسة والسيدة نفيسة هي نفيسة العلوم التي هي إشارة لسيدات بيت النبوة من مكانة راقية يقال لها نفيسة العلوم نفيسة العلوم التي ارتقت مكانا في العلوم وهي امرأة وهي السيدة العظيمة رضي الله عنها ارتقت مكانا في العلوم كانت تنتقد فيه كثير من علم كثير من الرجال ولها مكانتها وكان المصريون دائما ما يجلونها ويعظمونها في علمها وفي شأنها وطبعا في عبادتها وفي صلتها بالله سبحانه وتعالى المصريون على اختلاف طبقاتهم بل واختلاف أديانهم كانوا يحبون نفيسة وكانوا يحبون السيدات من سيدات بيت النبوة رضي الله عنهم السيدة نفيسة كانت كشأن السيدة زينب ملجأ وملازا للناس وعلامة على أن المرأة والسيدات محط احتمام المصريين ومحط احتمام المتدينين فهذا إشارة عظيمة لما للمرأة في ديننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم شكرا لحضراتكم وصلى الله وسلم وماركة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أشباه